ضمن جولته الرعوية أعلن رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية خلال لقائه أبناء الرعية في عمان عن تعهد البطرياركية استكمال مشروع بناء كنيسة القديس بولوس الرسول في جبيها تفاصيل أوفى حول الزيارة في التقرير التالي ضمن سلسلة الزيارات الرعوية التي يقوم بها وتأكيدا على تواصل الرعي مع رعاية الأبرشية قام رئيس الأساقفة بير باتيستابت سابالا المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية بزيارة كنيسة القديس بولوس الرسول ورعيتها في منطقة الجبيها بالعاصمة عمان وعند وصول موكب سيادته كان في استقباله كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والكاهن المساعد الأب مارك ومديرة مكتب فضائية نورسات الأردن الدكتورة باسم السمعان وعدد كبير من أبناء الرعية الذين رافقوا الموكب إلى الكنيسة على أنغام المقطوعات الموسيقية لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين حيث استقبلت الرعية ضيفها بفرحة غامرة وسط الترحيب والتصفيق ورحب كاهن الرعي حجازين بالمدبر الرسول وقال نرحب بسيادتكم في زيارتكم الخاصة لرعية الجبيها ونقول لكم أهلا وسهلا بالرعي الذي يبحث ويتفقد رعيته زيارتكم لنا اليوم هي دعم لنا لتقوية الإيمان والرجاء والمحبة للسيد المسيح وللبطرياكية اللاتينية وتأتي هذه الزيارة بالدرجة الأولى لأسباب رعوية للإطلاع على أبناء الرعية وحيث سيشارك معنا في الذبحة الإلهية وأيضا السبب الآخر وهو للإطلاع على المشروع الذي اكتمل وهو مشروع بناء كنيسة القديس بوس الرسول حيث كان متوقف لأسباب عديدة منذ سنوات ولكن الحمد لله هذا العام اكتمل وبوشرة بالاستماري ببناء هذا المشروع حيث تم التعديل عليه والتوسع وأيضا لرغبة منه على أن يراقب عن كثب وعن قرب هذا المشروع وللطلاع على سير العمل ونصلي معه ونصلي من أجله لكي فعلا يقود أبناء هذه الأبرشية في خضم هذه التحديات بسلام وبحسب إرادة وبركة الرب وشكرا لنورسات على هذه التغطية وعلى الحضور الدائم الذي ينيرون من خلال حضورهم دائما كل مكان وينيرون شاشة النورسات بنقل كل هذه الأخبار الرعوية لتكون جزء من المشاركة بين المؤمنين في كل الأبرشيات وفي كل أنحاء العالم زيارة المدبر الرسولي كانت بشكل خاص لبناء مشروع الكنيسة اللي مضى عليه سنوات طويلة حتى الآن بلش البناء فيه وبطريقة جدية وبطريقة حرفية وإن شاء الله بتكتمل هذه خلال فترة زمنية ممكن تكون سنة وثلاث شهور وإن شاء الله بتيجوا أنتم وتفرحونا بزيارتكم ويكون الأمور من أحسن ما يمكن ثم ألقى متصرف لواء الجامعة فراس أبو الغنم كلمة ترحيبية بسيادة المدبر الرسولي مؤكدا فيها على روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين ومن جهته شكر رئيس الأساقفة بتسبالة جموع المستقبلين من المسؤولين وأبناء الرعية مثنيا على موقف الأردن المشرف في الحفاظ على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وقال في كلمة مترجمة أرفع الصلاة بهذا اليوم لمناسبة عزيزة علينا هي عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ومن أجل أمن وسلامة الوطن والمواطنين تحت رعاية القائد والملك الهاشمي عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه أنا إذن في هذه الزيارة الثانية لها الرعية لما زرت أول مرة ما كانت الكنيسة واضحة معالمها بعد ولكن الآن أنا سعيد أن أشوف هذا البناء في تقدمه وهذه الرعية أيضا في نموها إذن هذا فعلا ضروري لأنه قاعدين منشوف ومنلاحظ الرعية في نمو وقتالي هناك حاجة للكنيسة لأن تحتضن أبناء الرعية ويكونوا في هذه الصلاة الناس في عمان في تنقل دائم وجبهة رعية تزداد من يوم ليوم وفعلا بحاجة لهذا المكان سيدنا سعيد أنه يشوف فعلا الحياة هنا تتغير دائما ولكن في نمو سيدنا سعيد أنه يشوف هذه الكنيسة تبنى بحجرها وأيضا بيكون سعيد أكثر لما يشوف هذه الرعية تبنى في روحها وقلبها وأبناء رعيتها وطبعا استنادا إلى خبر سيدنا وبحكي أنه نعم رح تتم وسوف تنمو هذه الرعية بالحجر والبشر وبعد أن اطمأن سيادة المدبر الرسولي على أحوال أبناء رعيته واستمع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم قام بجولة تفقدية في أنحاء كنيسة القديس بولس الرسول في الجبيهة حيث استمع من القائمين على مشروع التوسعة إلى شرح وافن عن احتياجات المرحلة اللاحقة للبناء كما أعلنت سيادته عن تعهد البطرياركية استكمال مشروع بناء الكنيسة وتتشينها بإذن الله في شهر آذار القادم وقد كان لهذا الإعلان أثر طيب في نفوس المؤمنين من أبناء الرعية ومن ثم ترأس المطران بتسبالة دبيحة القداس الإلهي بمعاونة كهنة الرعية حيث تحدث في عظة القداس عن مفاعل فضيلة المحبة في حياة المؤمن وكيف تبقى تلك الفضيلة سندا في الحياة الروحية موسيقى موسيقى موسيقى